أعزائي مشاهدي قناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تتحدث عن أحد حقول الكتابات اليهودية تسمى المشنة في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أول كتاب مدون في اليهودية بمعنى العقيدة اليهودية فالمشنة هو في الأصل تدوين التوراة الشفوية سابقا في القرون الأولى في القرن الأول أنتج العلماء والقرون السابقة نصوص دينية شفوية كان يتناقل العلماء اليهود نصوصا شفوية تعليقات حول التوراة وتعليقات حول القضايا التشريعية المختلفة ولم تكن مدونة ولكن اتقلوا إلى مرحلة التدوين مع كتاب يسمى المشنة إذن الكتاب أول كتاب في اليهودية هو تدوين التوراة الشفوية أو النصوص العقادية الشفوية وهذه النصوص التي كانت توقع شفويا عبر أجيال تم انتقالها إلى لفظة المشنة لفظة مشنة من العربية شنا أيعيد فإذن كانت الكلمة مشنة تستعمل في الأفساط الحبرية للإشارة إلى تعليم الأحبار أو المجموعات التشريعية الحبرية والمشنة أول كتاب حبري وهو مكتوب باللغة العبرية التي صارت تعرف باسم عبرية المشنة وهي تختلف عن العبرية الكتابية وقد تمت كتابة المشنة في أرض إسرائيل حوالي سنة 200 ميلادية وهو المشنة بمعنى لو نحن أخذنا المشنة سوف نجد أنه كأنه مختارات تتحدث عن الممارسات والشعائر الدينية والتشريعات اليهودية ما هي موضوعات المشنة؟ بمعنى لو نحن أخذنا كتاب المشنة قلنا كأن المشنة هو مجموعة مختارات من التوراة بمعنى الأدب اليهودي القديم فلو أخذنا هذا الكتاب فماذا نجد؟ نجد أن الكتاب المشنة يحتوي على أشكال أدبية مختلفة أولا نجد مجادلات بين الأحبار بمعنى نجد نقاشات بخصوص أمور تشريعية متعلقة بالعقيدة اليهودية والأحكام والشرائع وما الشبع نجد حكايات نجد حكم وأمثال كما نجد تفسير كتابي تفسير على نصوص كتابي فطلا عن ذلك نجد تفاصيل تقصية أو شعائر تخص الهيكل في أورشلي أي أن المشنة هذا الكتاب يحتوي على مادة قانونية كبيرة جدا ولكنه لم يكتب الطريقة كأنه مدونة تشريعية ولكنه يحتوي على مادة كبيرة دهتهم الأنزاك العالم اليهودي وعندما يتحدث المشنة عن بعض القضايا أحياناً يقدمنا الجدل بين الأحبار في مسألة ما تشريعية ولكن أحياناً يقدم لنا نقاش ولا يقدم أحياناً لنا الحل الذي توصل له الأحبار بمعنى يترك بعض الأحيان النقاشات مفتوحة ما هي أصول تشريعية المشنة؟ بمعنى أنه عندما نقول يوجد في المشنة تشريعات تناقش مساء التخص اليهودية فمن أين استمد العلماء في كتابات المشنة هذه النقاشات أو هذه التشريعات؟ أن أصول تشريعات المشنة تعود إلى الكتاب المقدس والجزء الأكبر من المشنة يرتكز على التناخ لا سيمة التوراة بمعنى أنه لاحظ كل النقاشات تقريباً التشريعية الموجودة في المشنة تستمد مادة الأساسية من التوراة إذن كان الأحبار يتأملون في التوراة لأجل تحصيل المعرفة الدينية والتشريعية وبما أن نقاشات في المشنة تعتمد بشكل كبير على التوراة فأن بعض الأزائي من المشنة غير قابلة للفهم بدون معرفة آيات التوراة المتصلة بالموضوع بمعنى الشخص الغريب عن الثقافة الكتابية إن بدأ يقرأ في المشنة قد لا يفهم منه شيء لماذا؟ لأنه يفترض في المشنة يفترض الكاتب أو العالم أن المحاور أو المستمع أو القارئ يفهم الأساس الكتابي إذن بدون معرفة واضحة للشخص هو غير قادر على فهم المشنة لأن المشنة لا يقتبس بشكل واضح دائما من النص الكتابي بل يفترض محرر المشنة أن القارئ قادر على استحضار النصوص من ذاكرتي يفترض لو أنا قرأت المشنة يتوقع مني كاتب المشنة أني أنا قادر أفهم الحوار يعني من المفترض أني عندي خلفية السؤال إذن هل ممكن أن نحدد أكثر هل يمكن أن نقول أن المشنة هو كتاب بمعنى في العقيدة اليهودية أو اللاهود في الواقع المشنة ليست تماما كتاب متعلق 100% في العقيدة أو اللاهود لماذا؟ لأن المشنة نفسه قليل جدا يتحدث عن مسائل مثل الله أو الخلق أو الإرادة أو الآخرة أو العناية الإلهية يعني المشنة يناقش أكثر القضايا أحيانا التشريعية والتفسيرية والخصصية ولا يدخل إلا بالقليل بالمسائل اللاهوتي من هو الله وما هي حرية الإرادة وما هو حرية الإختيار لماذا إذا كتب المشنة؟ كتب المشنة لأجل الحفاظ على التقاليد الشفوية ولهذا بدأ الأحبار في التدوين بحيث أن هذا العمل كان جدا هام من بدأ في هذا الموضوع يقال أنه الحبر يهوزة الناسي ويهوزة الناسي أو يهوزة الأمير لماذا؟ يسمى ببساطة أيضا والشخص جدا هام في اليهودية في القرن الثالث أعتبر أن أهميته كبيرة كأنه الذي أشرف على كتابة المشنة لدرجة أنه يقال يسمى رابي مجرد أن نقول رابي دون أن نحدد الاسم يفترض أن نفهم منه أنه يهوزة الناسي ولكن طبعا هذا الرأي يعتقد به الأحبار ولكن لا يوجد تأكيد على صحة هذا الرأي يمكن أن يكون كلاما صحيحا ويمكن أن لا يوجد برهان علمي ولا يوجد نقد علمي لهذا الرأي كيف نحن لو مسكنا كتاب المشنة؟ ماذا نجد في المشنة؟ بمعنى لو أنا اليوم أخذت كتاب المشنة وفتحت صفحات ماذا سوف أجد في الفهرس؟ بنيت المشنة المشنة يعتمد على التكرار لماذا يعتمد على التكرار؟ لأنه كونه بالأصل كانت مادة شفوية فالطريقة التي كتب بها نقلا عن مادة شفوية كان هدف منها دائما الحفظ والطلاو اللاحقان بمعنى كان الهدف من طريقة التكرار أن تساعد العالم أو الطالب العالم على الحفظ وبالتالي نجد أن المشنة يعتمد على هذه الآلية أنه في نوع من التكرار يساعد على الحفظ وكذلك أحيانا المشنة يقدم اجتهادات أحيانا غير موجودة في التوراة أشياء جديد والسجدة في الواقع اليهودي فيحتاج إلى تقديم قراءة أو تقديم نوع تشريعي جديد لهذا لما نمشنة كل موادنا ممكن تقسم إلى جزئين جزء تشريعي أو الخلاحة وجزء قصصي أو أجدا أما لو ذهبنا إلى الكتاب فالمؤلف أو الذي يعني يشتغل على المشنة قدمناه تقسيم تساعد على الرجوع إلى المادة هو وضع الترتيب الترتيب على شكل التالي الترتيب الأول قد تسمو إلى ست أزاء الجزء الأول سمى البزور أي الشرائع المتعلقة بالمثال الزراعية وبالعبرية زاغرين والجزء الثاني موعد أي الموعد وهو الأمور المتعلقة بالأعياد بما في ذلك السبت والاحتفالات ناشيم قضايا الخاصة بالنساء مثل الزواج والطلاق وما شابه فضلاً عن الأضرار نسكين وكذلك دوشيم الأشياء المقدسة بمعنى الشؤون والقرابين وأخيراً طهاروت أي الطهارة الشرائع المتصلة بالنجاسة والطهارة هذه التقسيمات الستة وبفعلاً بعدين كل قسم له طبعاً تفريعات تسمى مقالات أو رسائل مختلفة وبالعبرية تسمى هذه المقالة الفرعية تسمى ماسيخوت والمجموع إذا العام إذا هو ست أجزاء وتقوله تقسيمات فرعية يصبح العام عنا 63 مقالة داخل المشنة السؤال الأخير ممكن أن نطرحه لمن كتب المشنة؟ الهدف من كتاب المشنة ليس الجمهور العادي بمعنى هو ليس موجه لي أو لك موجه طريقة مكتوب فيها طريقة حزف كثير ويوجد فراغات كثيرة الكتاب يفترض بأن القارئ أو تلميذ قادر على ملء الفراغات الموجودة في النصوص وبالتالي الكتاب هو موجه إلى العلماء والحكماء وطلاب العلم المتقدمين في اليهودية إذن المشنة هو الكتاب اليهودي الأول بمعنى التأسيسي هو الوثيقة اليهودية الحبرية التأسيسية هو أنتاج يعكس الأراء التشريعية الموجودة وهذا اللي بتميز كل الأراء التشريعية الموجودة المختلفة ممكن أن نجدوها في المشنة إذن هو موسوعة علمية فقهية تشريعية تعكس التنوع في الفكر عند الجيل الأول أو الأجالة القديمة لهذا الأحبار إذن أخيرا يوجد ترجمات للمشنة حديثة الطريق في الأمر أني أول ترجمة باللغة الإنجليزية صدرت عن جامعة أكسفورد قام بها شخص اسمه جان هيربرت دامبي حوالي 9 صفحة هذا الشخص هو قسيس مسيحي مختص بالدراسات اليهود إذن أول ترجمة للمشنة لللغة الإنجليزية قام بها قسيس مسيحي عبر جامعة أكسفورد ثم بعدين لدينا ترجمات حديثة مختلفة للمشنة لبعض آخر الترجمات ترجمة صدرات سنة 2022 من ثلاثة مجلدات للأسف هي ترجمة جدا مرتفعة السعر عبر أكسفورد حوالي 500 دولار طبعا الورقي سوف تظهره بعد السنة أو ما شابه يمكن أن يكون سعر أفضل قليلا 200 دولار حلقة اليوم انتهت وأنا طبعا بشجع الشخص المهتم في الدراسات المقارنة الدينية يكون عنده فكرة أطلاع أكثر على موضوعات المشنة ويستعنس بالدراسات العلمية الأكاديمية في هذا الموضوع حلقة اليوم انتهت وإلى اللقاء في حلقة خادمة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة